تقولون الدماء أولا والله إن الذي يدعي أن كلماتنا سببت سفكا للدماء واحد من اثنين إما جاهل لا يفقه شيئا في موازين السياسة والوضع الإقليمي لا يفهم أبدا وضع العالم وإما جاهل غبي وإما مكابر مفتري مفتر واحد من اثنين الأول جاهل غبي ما قرأ الدراسات ما يعرف ما متعلم ما يدري أن هذه ظهور طالبان ظهور داعش ظهور القاعدة ظهور ما أدري بوكو حرام هذه مو مرتبطة بأنه الشيعة ماذا يقولون هذه أجندات أحيانا تدخل بها دول إقليمية لتصفية حسابات إقليمية كبرى نحن الذين أنشأنا تنظيم القاعدة مثلا وتنظيم القاعدة أنشأ قبل ظهورنا بل حتى هذه داعش هذه أصلها من كان أصلها تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين هكذا كان أيام هذا أبو مصعب الهالك أبو مصعب الزرقاوي كان يسموه هذا كان بسببنا هم ماشيين بخطتهم كانوا يقتلون الشيعة في كل الأحوال ونالك سباه صحابة في باكستان حرسوا الصحابة ظهروا متى؟ ظهروا بعد الثورة الإيرانية الخمينية كردة فعل الدراسات تقول هذا هؤلاء بالله عليكم فقط لهذا السبب كانوا يقتلون الشيعة اللي يقرأ التاريخ يعرف أنه هو بالأصل عنده هذه النزعة غاية ما هناك أنه يفتش عن مبرر أحيانا أحيانا يعثر عليه وأحيانا لا يعثر عليه هو ماض في خطته في كل الأحوال فأن تأتي وتدعي أنه بسببنا تكونت هذه التنظيمات الإرهابية وبسببنا قتلت الشيعة أنت غبي أنت أصنقرأت دراسات هناك دراسات على مستوى جامعات عالمية تدرس هذه الظاهرة الظاهرة الإرهابية تدري ما توصلت له هذه الدراسات وقد وثقتها في كتاب حل الإشكال جوابا على من اعترض علينا قلت والله عجبا لكم كل واحد بس يتوهم شيء ويتكلم بكيفه اقرأوا شوي يتعلموا الدراسات انتهت إلى نتيجة صادمة أن هذه التنظيمات الإرهابية والتي تقتل باسم الدين وتدعي أنها مجاهدة باسم الدين هذه في الحقيقة تنظيمات سياسية تريد السيطرة الدافع الأساس سياسي ليس دينيا درعتهم دين أصلا لما استجوب هؤلاء الذين ألقوا القبض عليهم استجوابات بحضور خبراء نفسيين خبراء أكاديميين في هذه التخصصات العليا اكتشفوا هذه الحقيقة أحيانا يكون الشخص معبئا معقدا وأحيانا تظهر من فلتات لساني دوافعه الحقيقية لارتكاب هذه الجرائم أنتم بالله عليكم لو لم نكن على الساحة أصلا كانت داعش ستتكون أم لا كانت تنظيم القاعدة سيتكون أم لا كانت تنظيم طالبان سيتكون أم لا بوكو حرام ما أدري هاي التنظيمات الدنيا البكرية دائما تفرخ لك تنظيمات إرهابية على مدى الدهر ماذا تسوي يعني ثم على فرض لا بأس لا بأس على فرض لنقل إن كلمتنا لها نصيب من سفك الدماء دعونا نحتكم إلى علي بن أبي طالب عليه السلام كلمته وموقفه وإصراره على القتال والجهاد رغم كل عروض السلام هذه التي قدمت له أما سببت سفكا للدماء أما سببت هذه الكلفة الباهظة إذا كان دين الله يقتضي ذلك وكان محول جاهلية الثانية يقتضي ذلك غلي يكن هذا شوف اقرأ سيرة إمامك في مثل هذه الليالي والأيام حاول أن تكتشف منهج علي بن أبي طالب قبل أن تخرط الحشي إنها الحرب وسفك الدماء والفتنة العارمة لكن علي عليه السلام كان لا يبالي ترجمة نانسي قنقر